مرحبا بكم في قناة ام علي اليوم سنقدم لكم شهده شهده بعجينة قطنية وعمارة مالحة سهلة ستعجبكم نبدأ على بركات الله نحتاج 500 قرم من دقيق 300 ملل ماء حليب بودرة معلقة كبيرة خميرة الخبز معلقة صغيرة الملحة معلقة صغيرة السكر وزيت الزيتون في البداية نخلط الخميرة والملحة والسكر مع المدافئ نضيف حليب بودرة ثم نضيفها ترتاح خمسة دقيقه نضيف حليب ثم نضيف حليب ونضيف حليب نضيف حليب ونضيف حليب يمكنه التطبيق لدينا العجينة ونضيف حليب لن تلصق ونجعلها ترتاح الوقت الذي سنحضره فيه الحشو ترتاح و تخمر قليلا و انتم لا تشاهدون معي العجين ارتباب قطنية تستعملها جميع انوع الفتائر بالنسبة للحشوة انا استعملت صدر الدجاج ممكن تستعمل صدر دبيبي او اللي متوفر عندكم بصلا وفلفلة ممكن تستعمل اي لون خضرة او صفرة القصبر مع دنوس توابيل على حسب الضوء انا استعملت البزار و سكن جبير والتحمير وشي شوية تومة بودرة وشي شوية ديال الحباق وشي شوية ديالرس الحانوز وذلك شي كما كنت لكم توابيل على حسب الضوء وانا استعملت هذا الفرماج هذا ممكن تعاوضه بفرماج متلات لفاش كيري او لأي فرماج متلات عندكم في الدار او لكيري او لأي فرماج عندكم او ممكن استغنائي غير انا كي يجبني الدوقة دياله قطعت البصلة والففلة تظهرر وشي شوية زيج ومن ثابت كيف يشحروا فوق العافية في هذا الوقت لان بصلها وشحر سنشرم البشكلة من المملك التجاج يستشحر الى الى الخلط والاففلة وسبب السوق سنزيد عليها المستدفى ونزيدهم فوق العافية انا استعداد العافية وكنهما تراكم باللاحض سنفرر ونزيدها جيدة ثم نرد فوق العافية و نجعل التجاجة في هذا الوقت الذي تجاجه و البصلة و الففلكة جبنا العجين كما تشوفوا رتاحت شيئا سنقسمها الكويرات صغار بالنسبة لي انا هذا العجين أعطتني تسعدي الكويرات ممكن تصغيرهم أصغر أو كبير لما تريدون أنتم لا تشوفوا معي ثم نضغط العمارة نضغط 4 سطح ثم نضغط عمارات لن تكتب لن تبقى نسمية نوبائلة نضغط العمارة بقية من الأسسن نقسم العمارة حسب العدد الكورات لكي تكون قد قد هي العجينة سوف نستعمل بهذا المول على شكل قلب لا يمكن أن تستعملوا أي مول عندكم دهنه بالزيت وضعه على العجينة سوف نبدأ الخدمة للعجينة كما ترى الموضوع سهل جدا سوف نقرسه من الكورات لنا سوف ندهنها بشي شوية الفروماج وكما قلت لكم بالنسبة للفروماج أو الجبن سوف نستعمل أي شيء متوفر إذا لم يكن متوفر لا يوجد مشكلة سوف نستعمل عليه سوف نضع شوية الفروماج سوف نضع فق منه شوية الدجاج لأي حشو لديك سوف نضع الحشو بالطون والدجاج والكفتة سوف نستعمل الكورات لنا سوف نرى على الموضوع سهل جدا سوف نتعمل لك وذلك سوف نضع الشوى سوف نضع الفطر لما لا تستعمل كم للمورة كورات المورة الأول أخرج 7 كورات سوف نضع صغيرة على المورة الأن لذا كنا نضع الفرام وخسر جزء الزجاج سوف نقوم بفضل عجينة ونرمي بطبيعة الحال إذا أردت لكم العجينة مرة و أريد أن تأخذها في بلاستيك غذائي و أضعها في فريغ و التي تريدونها ساعتين أو ثلاثة قبل أن تأخذها تبقى جديدة و أزوينة سوف ترون معي كيف سأخذ فاطرة سهلة جداً لكي نستعمل العجينة و الحشو اللي بقالية ثم أختار جداً أغفر الأمر ثلاثة قليلة جدد بزوج قسرت قليلة من الجبن الأبيض أو الجبن الكريمي قوم بضع قليلة اللعين اضافة الاختيارة اضافة 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 سوف تحضير الفران ثم سوف تدخل على الفران بعد تحضير الفران الدرجة متوسطة بالنسبة لحضور البور أولا لديك فران او لديك فران او لديك فران و ها هي الشهدت المندر هزوين و الرحة هزوين الرحة العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم